بحلول عيد الربيع الصيني تزدهر سوق السفر إلى خارج الصين فقد توقع معهد الصيني للسياحة أن يصل عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الخارج إلى 6 ملايين و 500 ألف وأن الحجم سيصل إلى أعلى مستوى في التاريخ وقد أصبحت مدن الدرجة الأولى مثل بيكين وشنهاي مدن المغادرة الرئيسية للسفر إلى الخارج خلال عيد الربيع الصيني وفقا للإحصاءات الصادرة عن مطار شانغهاي بودون الدولي بلغ عدد المسافرين في مطار شانغهاي بودون الدولي 115 ألف شخص يوميا في الفترة ما بين اليوم الأول واليوم الثاني عشر من فبراير مما يسجل رقما قياسيا مرة أخرى يتواجه أكثر من 70% من المسافرين إلى جنوب شرق آسيا وكوريا جنوبية واليابان ودور غربة وولايات المتحدة وغيرها من الواجهات السياحية تقليدية اختيار مكان السفر على نحو معمق شائع هذا العام مثلا منطقة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة ومناظرها الجميلة ومناخها اللطيف أصبحت الاختيار الأول لسفر المسافات الطويلة وبالإضافة إلى المدن الكلاسيكية أصبحت ضواحي مدينة مونتري الساحلية المدينة المفضلة الجديدة وحتى الآن قد أنهت معظم وكالات السفر بيع تذاكر السفر لمسافات طويلة تستغرق رحلتنا 26 يوما مع أختي لزيارة أبنائنا هناك بالإضافة إلى ذلك لا تزال طايلاند واليابان وسنغافورة الوجهة الأكثر جذبا